ده كان موقف موقف الصعبة وعندنا بكرة إن شاء الله ما يكونش موقف صعب حديث الشارع الأهلاوي بكرة مباراة الأهل أمام الهلال السوداني وده حديث الشارع الرياضي طبعا بقاله فترة من من ساعة ما الفرصة رجعت للنادي الأهل فبقى الحديث وبقى المطش دي أهمية أهميته في إنك انت رجعت تاني من بعيد بعد انت ما كنت فقدت الأمل في المجموعة وما كاتش برجلك كات برجل غيرك ورجعت التاني أهمية الموقف ومش عايز أقول صعوبته هو ليه أهمية كبيرة جدا وأعتقد إن ده واصل جدا للجمهورنا الحساس من خلال المتابعات والكتابة وشد الأزر والدعم للعيبة والدعم للإدارة من خلال إدارتنا الوعية إزاي تعاملت مع من أول حاجة اللي هي إزاي تعتاد الجمهور طبعا بنشكر كل الجهات الأمنية المسؤولة الساعة لده ومن أول ديئة وفقت على الكلام ده فمجلس الإدارة وبعدين وزارة النقل والتسهيل على الجمهورنا إزاي يوصل وإزاي يروح فعايز أقول لي أن مجلس الإدارة عمل حاجة حاجة عظيمة جدا إن هم حاسين بالموقف الكبير ده موقف كبير والنالي الأهل كبير ودايما بيشرف المواقف الكبيرة تبقى الأهم وهو لعبتنا ولعبتنا أبطال أفريقيا ثلاث أربع مرات الجيل ده تحديدا سوبر بطول الدورة أبطال أفريقيا يعني اتعرضوا للمواقف دي بشكل كبير جدا فالمواقف دي هم قادرين يحسوا معهم مدرب كبير عارف وجهز لعبتوا بشكل كبير جدا أنا متابع جدا كل التفاصيل فدائما الكرة بتبقى في الملعب في المواقف الكبير للعيبة إزاي تتعامل إزاي تبقى هادي في المنطقة دي وإزاي تبقى أجريسيف في المنطقة دي إزاي تبقى ما تستقبلش وتسجل إن شاء الله وتحافظ كل الحاجات دي هتلاقيها في الجيم بكرة بإذن الله ولعبتنا قادرين على إنهم يعملوا أحسن حاجة بإذن الله كابت نضية معلش يا حامل السؤال ده مهم جدا تمام بعد خسارة الأهل أمام سانداونزو عايزة أرجع ورأة شوي بعض الناس طلعته هجمة الفريق وهجمة النادي بضراوة يعني تمام فيه هجوم عميل كابت نضية السيد كان ليه رأي مختلف كان من الناس فعلا في الإعلام اللي طلعوا ودفوا عن الجهاز الفني ودفوا عن لعيبة طبعا لعب سبق في النادي الأهل وكمان رجل مدرب وعشت المواقف دي كنت أيضا من الناس المدافعين عن الكولر وجهاز الفني وأيضا لعب النادي الأهل بص المواقف دي بتحصل لأكبر فرق العالم واللي ما يعرفش أنه الفرق الكبيرة أحيانا بيبقى لها ماتشات أو ماتش بيبقى فيه اليوم ده لو وقفت فيه وعدت تتكلم فيه بدون أنك أنت تصلح وأنك أنت تعرف أن خلاص بعدها باربعة يام عندك ماتش تاني وعندك فرص أنك تحقق اللوزر دايما أو الخاسر اللي بيفضل عايش في جو الهزيمة طول الوقت طول الوقت يحبط طول الوقت ما يسعاش أنه يصلح فلما تفضل إحنا عايشين في وعارف أن ده أنا هنقض أن كان لازم اللي بيبقى أجريسيف كان لازم اللي بيأخب باله كان لازم أنك أنت لطريقة اللعبة تتغير إلى حد ما أو ما تتغيرش لكن لازم أبقى عارف أن فيه نقطة جاية هتوديني في حتة أعلى فأنا هتعامل معها إزاي وأنا حاسس طول الوقت أن أنا لا أنا حتطغل الشاشة قدامي إن أنا اتغلبت 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 ما هو هتتغلب وتكسب وهتكسب أنت خمسة وهتتغلب وهتكسب لكن المهم في الخسارة ما بعد الخسارة إزاي تبقى أنت كلعيد تنم بسرعة بالزبط إزاي تتلم إزاي ترجع بسرعة إزاي المدير الفني يشتغل بهدوء ويصلح الأخطاء لأن الكرة طول عمرها الجيم لعبت فيها أخطاء كتير لكن المهم إزاي تصلح الأخطاء أو تقللها الأخطاء مش هتنتهي لكن تقلل الأخطاء عشان تنتقل إلى المنصات الفريق الكبير بيبقى دايما عينه على المنصات لكن لو في حاجة أحبطته وأحبطت لعبته طول الوقت نفضل عايشين في جو الانهزامية مش هتقدر تقوم وتعمل اللي جاي أعتقد برضو كابتن زياء جانب مهم جدا من تحليل حضرتك للمشهد أو للموقف ده إن لعبت الأهل انت عارفهم كويس وكانوا معك في المنتخب وفيه لعبة معك على فترات طويلة فانت عارف معدن اللعب هو بعيد عن إن لعبة الأهلي إن أنا بتتعمل مع اللعبة دي مع لعبتنا في الموقف ده هم بتحطوا في موقف قبل كده كتير ومواقف نهائيات كمان ومواقف مجموعات وتعصروا وقدروا إنهم يعدوا المنطقة دي بشكل كبير وبنجاح وبعدين لما بيطلعوا المنصة في الآخر أنت بتنسى لكن ده هيفضل موجود هيفضل موجود محطات في حياة اللعب لكن إزاي تقدر توقف على رجليك إزاي تقدر تنسي وتصالح جمهورك بشكل كبير جدا بأداءك في اللي جاي أداءك في اللي جاي هبتدي ينسي وينسيك الهزيمة الكبيرة اللي أنت خدتها لكن لو هتفضل وقف عند الهزيمة مش هتتقدم بشكل كبير عايزين ندخل بقى فنيا أكتر في المباراة ودايما نكتن يا سيد لي أعراء فنية مهمة جدا بكرة إزاي الهلال السوداني في استاد القاهرة وسط خمسين ألف من مشجيع النادي الأهلي إزاي هيلعب وإزاي كولر بكرة يواجه الهلال السوداني بص هو الهلال طول الماتشات اللي اتفرقت له عليها مفيش مرة بيفتح الملعب على طول بيعمل ديلاي بيأخر نفسه في نص الملعب وعنده اتنين قدام عنده سرعات بيلعب على المساحات يا إما يلعب على كرة سبت هم عندهم أطوال سجلوا فينا الهدف اللي كان في سودان كرة سبت وخطأ ومعتقدش إن شاء الله مش هتكرر يعني إن شاء الله لكن شفناهم في ماتش سندلت شفناهم حتى في ماتش الفرقة الكاميرون لهم على طول بيتجمعوا لكن التجمع بتاعهم في نص الملعب تجمع أفراد لكن مش تجمع ما فيهوش نجاح في الزون ما فيهوش نجاح في الدفاع لأنه التغطيات عندهم سيئة جدا الغلطات سيئة جدا الوقوف في التمركزات مش مش كويسة رغم إنه فيه وجود عدد كبير القصة كلها إنت زي تستغل نص الفرص الفرص ده اللي طول الوقت الفترة اللي فاتت بينقص فرقتنا إنه يأما تأخير الهدف يأما الهدف بيجي بعد معاناة بعد تضيع فرص كتير فرص كتير تريحك من بادر من بادر يعني لو تشوف الماتش الأولاني أنت فيه كرة على البنال تيلحسين الشحات في أول خمس دقائق خلاص أنت واخد بالك الحاجات دي شوف التمركز بتاع فرقة الهلال في الكرة دي هتلاقي موضوع صعب جدا سيء جدا لو حسيني الشحات ستسجلها أنا بتكلم بقى على أن أنت بكرة مش هتستحمل يعني إن شاء الله ربنا يغسر الأمور إنك تضايق نص فرص فلازم التركيز شديد جدا لأي حد هجيله فرص لأن الفرصة نرجيش عنده الفروت بس الفرصة بتيجي لكل إحنا كل الفريق لأن الأهلي يعني ما عندناش هدف واحد إحنا عندنا كذا علي معلول الباكو بيسجل عندنا كذا أحمد عبد المنى في كرة السرطة وبسجل كل الناس بتسجل يعني أنت واخد بالك فهم هلعبوا في نص ملعبهم هلعبوا على المساحات بشكل كبير جدا المطلوب منك حاجتين وإنت بتهاجم لازم تبقى وإنت بتهاجم تدافع أيها يعني إيه وإنت بتهاجم تدافع يعني النس اللي وراء دي نقطة مهمة جدا إن الهلال لو سجل هدف بيصعب عليك المهمة أكتر يعني إيه وإنت بتهاجم تدافع تبقى واخد بالك من الدفاع إن الناس اللي وراء تبقى مسحة هيبقى في الصين واحد فقط أو اتنين بالكتير فعيني على الكورة وعيني على الناس الموجودة في وسط الديفنسي بتاعنا فأعتقد مهمة عب منعم ومعرفش إذا كان ياسر أي حد بكرة هيكون بطل إن شاء الله فدي حاجات مهمة جدا التسجيل من أنصف الفرص الدفاع في الكورة السابتة مهم جدا بشكل كبير جدا الدفاع في الكورة المرتدة عيني على كل الناس اللي هي وقفة عندها سرعات فإن شاء الله الأمور هتبقى سهل أنت هتلعب على استحوازك لأن الاستحواز هو اللي هيخلق الفرص صح وإحنا عندنا النقطة دي كولر بيعملها بشكل كويس إنك تستحوز بشكل كويس بس نساعد الناس ونساعد نفسنا إنك والأول ما تيجي الفرص إن شاء الله نسجل لأن ده مهم جدا ثم هتتعامل مع الحزبة اللي أنت قلت عليها حزبة الجون والجنين والواحد والاثنين لازم كل لعبتنا وهي نزل الملعب أكيد طبعا الجهاز المحضر ده تبقى عارفة المواقف كلها لأنه التسعين ديئة ممكن يبقى فيها مواقف كتير حيئ أنت أكد على نقطة كارتندية حتة إنه واحد دفاعي أنت النهاردة ممكن تكسر